مرحباً يا ربماً، مرحباً في القناة فيديو اليوم هيبقى تتوريال للمبتدئين عن اي شادو بتكلم ايه الحاجات اللي اعمالها الالوين، الفورش، كل حاجة كل حاجة. مش عالتها ازاي لحد الوقت سي بقليه سانة على يوتيوب مفكرتش ولا مرة اعمل سيمبل فيديو ازاي تعمله اي شادو. المهم، عملته ومبسوطة بالفيديو دا حسن انا قلت تفاصيل كتير وحاجات كتير لذيذة آم..nie حسنا هو يعجبكو وكمان، اتكلمت بالعربي اذا.. فمت Vallee هكذا مجدداً مجدداً بالفعل و fresh قبل ما تدخلوا في الفيديو انا مش I'm not a professional لا تعلمتش ميكاب الهاجات اللي اعملتها هدي الهاجات اللي انا بعملها على نفسي وبتنفع فقلت ان انا اشاركو او ان انا اشاركو معاياكو بس لو انتو قرنتك اعمالو حاجة وشغيلة لكو وشغيلة لكو و you're comfortable with it افعلها هذا لا تغير أي شيء ولكن لو أريد أن تعرفوا كيف عملت هذا اللوك بخطوات و تقصيل ثم اذهب أنا التوتوريال بدأ و أنا قرأت فانديشن و بلوشر و كنسيلر ما حطيت فانديشن فانديشن و بلوشر و لبستيك و حواكبي بدأت على طول في عيني عشان الفيديو يبقى متمرجز على عيني أكتر بسا أتمنى أن تعرفوا أول حاجة نعملها انحنا نحضر عينينا للآيشادو زي ما انت بتحضاري وشك ببرايمر ومويسترايزر عشان الفونداشن والكنسيلر والحاجة ذي كلها الوشك بتعملي نفس الكنسيبت بالزبط لعينيك عندك طرقتين انت تعملي كده و إلا إلا إذا انت تحطي أيشادو برايمر مثلا زي الفاندي بيوتي برايمر أو انت تحطي كونسيلر أنا شخصيا بفضل كونسيلر أكتر لأنه بيشيل كل الغمقان كل العروق كل البني اللي بيبقى على عينينا يعني مثلا عيني جفني أغمى قوي من عيني من قصدي باقي وشي فبحب إن أنا خطي كونسيلر و فول كورج كونسيلر و فول كورج كونسيلر كمانا في حيني بلانك كامفس بيشيل كلها من إذا كانت يبين أولا فأنا نهاردة هستخدم كونسيلر والتارت شيف تيب لماذا أستخدم التارتشيب تيب؟ لأن هذا من أكثر من أكثر الكونسيلر مثل الكونسيلر الذي لديه في المنزل فأنا أبدأ الأول بالكونسيلر وده الدرجة بتاعته تان بحط بس نقطة هنا ونقطة هنا وقبل ما ينشط على طول ببلندد ممكن تبلندد بفرشة ممكن تبلندد ببيوتي بلندر أنا بحبها ببلندد ببيوتي بلندر أكثر عشان نحسه بيبزع الكونسيلر بطريقة أحلى على العين فأنا هعمل كده بالبيوتي بلندر بتاعتي وهوزعها على جفني كله ومش بس الحتة لتحت يعني هوزعها كده هدخل في الحتة اللي هي اللي هنا دي برضو عشان أخليها كونسيلر وبتعميني الكونسيلر قبل ما الكونسيلر اللي انت حطها على العينيك ينشط فانت بتحطي الكونسيلر وبعدين على طول بتقومي عملاله بلندن على العيني كلها وقبل ما أكمل أنا عادة بعمل عناية الأول مش وشي بالذات لو هعمل آي شادو تقيل شوية أو سموكي أو فيه حاجات كتير ممكن يبقى فيها فالاوت اللي هو مثلا لما تجي تعميني بلندن ساعات بعد ما تخلصي اللوك بتنقي شوية من الآي شادو نازل هنا على عينك من تحت فغير انهيب لي بجلت لها وحش بعد ما انت حطيتي الفانديشن انت بتبقي صعبة انت تشليها فعادة انا بعمل عيني الأول بعدين هنضف وشي اشيل كل الفالاوت ده ازبط شكل الآي شادو اللي أنا عايزين وبعدين بعمل وشي بس عشان انا الفيديو ده ازميني على آي شادو فانا عملت وشي الأول وبعدين الفيديو ده هيبقى ميني فوكيس على العيني بعد ما بتعملي كده بعد ما بتعملي كنسيلر وبتعملي له بلندن بتاخدي اي لوس باودر انا هستخدم اللوس باودر ده من ميك اوب ريولوشن وده اللوكجري بانانا باودر بحط شوية على شوية في الغطاء وبعدين بنفس البيوتي بلندر باخد شوية وبسبت الكنسيلر اللي ما حطيته ده الستابيك جاية اي شادو انا هستخدم البالت دي من سيجما ودي اسمها وارم نوترلز فوليوم 2 ليه اخترت البالت دي لان فيها كل الالوان النيوترل اللي انا متأكدة عند اي بنت في الكولكشن بتاعها اللي هو حاجات فتحة جليترز شوية بوني مهم يعني هي اخترت دي عشان حسيت ان هي عند معظم الناس فهتبقى اسهل اشترح عليها اول حاجة انت محتاجها فا اي شادو ان انت با عندك فورشة زي دي اسمها بلندن براش وفيه بلندن براش كتيرة دي تعتبر بلندن براش كبيرة لاتسي مثلا في بلندن براش تانية عاملة كده اللي هو اصغر سنة فتعرفي تعمل بيها شوية دي تايلنج وفيه بردو بلندن براش تانية اللي هو زي دي بس اصغر ان انت بردو تعمل بيها دي تايلنج اكتر وبعدين فيه زي دي اللي هي قريبة من دي دي شايفين دي بوفي كده ازاي فدي تعرفي تعملي بيها مثلا your crease shade او حاجة دي دي تايلر اكتر فممكن تعميني بيها بي فالآل بس مش لازم ان انت بعندي كل حاجات دي انا كتير اوي بعمل المايكاپ لوب كله بفورشة او فورشتين ماكسمم بس يعني for the sake of the video برضه اشنحلكوا ايه لي فيه فورش كتيرة بلندن المهم هايخد اول فورشة دي هي من سيجما والرقم بتاعها E40 please focus بزبط السيجما E40 اسمها tapered blending وبعدين انت عايزة تعملي في الخطوة دي ان انت تاخدي لون بني دافي شوية تحطيه على الكريس بتاع عينك وهقولك اين الكريس ده وتعرفي ازاي المهم لاتسي قبل وعبد اقعاني هايخد اللون ده اللي هو اسمه Toasty مع ان ده لون فاتح علي شوية يعني عادة هايخد حاجة اغنى من دي بس هاقلكوا ليه واخد اللون ده انا واخد اللون ده بس عشان يديني direction الـ eye shadows اللي جايه بعد كده هتروح فوق تروح تحت اليمين اكنيك بتأثني عينك Canbass انت عايزة تعميني Gevreysian عايزة تعميني لون فاتح من فوق افتح قوي مثلاً تحت حواجبك على طول عسامي أبيض وبعدين هنا تعميني لون فتح شوية بعدين تحتي لون أغمى بعدين في الآخر هنا لون أغمى أكتر وبعدين في النص قصدي مش في النص في الحتة اللي هنا دي لون أفتح اللي هو يبقى الشبه بتاعي برا بون دي الديناميك بتاع i shadow إن جنرال إن انت تخلي يبقى عينك ثري ديمانشنل ويبقى فيها شيف أكتر فأنا هيخد توستي على الفورشة الكبيرة دي وهرجع راسي الوارة سينا عشان أعرف الكريس بتاعي فين إنت لو خطيتي إيدك هنا هتحسي بالعظمة دي العظمة دي is exactly where you want to blend فلا تساي ودو عملتي كده بتبقى أسهل إن انت تشفيها فأنا شايفاها دلوقتي في المرية and I'm just gonna start blending semi-circle كده right here and you wanna go back and forth لحد دا ما تحسي إن اللون جاد بلندد really really well لإن اللون دا مهمة قوي آه مش باقي يعني لو أنا مثلا عملت كده مش هتحسي بفرق قوي ما بين العين دي والعين دي بس في الآخر بعد ما تحطي الآيشات الثانين دا هيبقى زي gradient كده طالع من ورع هيبقى شكله إنه كل حاجة دخلة مع بعض شكلها حبرة بس برضو ما تتلعيش فوق عند حواكبتنا لإن دا إحنا سايبينه للون يبقى أفتح اللي هو شبه أبيض يعني أنا كده اللون دا is very blended مش حاسة إن فيه أي harsh lines مش حاسة إنه لون محطوط كده وخاص لا it looks blended بعد كده بأخد فرشة صغيرة زي دي دي فرشة من مورفي اسمها M44 ودي من أكتر الفرش اللي حبها أوي يعني دي من أوائل الفرش اللي أنا استخدمتها وكنت بصدرها على عيني كلها بس هي صغيرة شوية يعني this is not a big blending brush دي ميزين شوية فهيأخد لون أغمأ سينة من الترانسيشن شايد وفي البالت دي هاتبقى لون اللي اسمه هانا هاخده كده هاخده كده on my brush I'm gonna tap off the axis هابوس صغيرة بردو وهحطه تحت بالزبط الترانسيشن شايد اللي أنا خطيته فا I'm just gonna place it right here بردو نفس الموشن بتاع يمين وشمال وده بقى يعني اللي انا بحب اعمله ان انا بحب ادخل الفورش شوية هنا اللي هو تبقى بالزبط ما بين يعني انا العظمة خطيت عليها الترانسيشن شايد الاول في العظمة بقى الهو right here بدخل اللون اللي هو البوني ده انا بلندت في الحتة دي بالزبط if it makes sense وانتي بتعملي ايشادو حاولي ان انتي تحطي ايشادو قليل قوي على الفورشة قبل ما تخلي تعملي بلندنج عشان يبقى عندك التحكم ان انتي تزودي لون زي ما انتي عايزة انما لو دخلتني بلون كتير على طول مرة واحدة هيبقى صعب قوي انتي تتعودي تبلند وتحاولي ان انتي تتودي لون وتعملي كده بايدك وانتي تجبي وايبس وتقليليها been there done that not easy فالاحسن انتي تبايد اكتر من انتي تحطي وبعدين تحاولي بقى انتي تزبطي وبعدين باخد الفورشة الاولانية مغير ما احط عليها اي product مغير ما احط عليها ال shade ولا الاولاني ولا التاني هي بس هي كده وميكشور ان اللونين دول بلندد مع بعض وشكلهم حالي عشان برضو اعمل موضوع وفي الموشن ده مش بعمل رايح جاي اكتر مما بعمل سيركنز يعني بعمل سيركنز اكتر اوكي كده كده they're both blended مش تكونون حلو قوي مع بعض باخد بقى فورشة زي ده اللي هي رفاية كده اللي هو it's slim ودي sigma blending brush e 25 لا اوه e 25 وبعدين هيفود في البالت اللون البني الغابق ده اللي هو هنا اسمه after hours وهاخده كده on this brush tap it off وهركزه جنب قوي رموشي وفي الحتة الاخرانية ده واكاينك بتعميلي heart V كباف الآخر وبعدين تاني هاخد الفورشة الاولانية مريم ما يكون عليها اي product وبرده هامل نفس الحاجة انا اتأكد ان اكون حاجة بلندد مع بعض بشكل عحل الخطوة جاية ان انا هاخد خرشة زي دي اللي هو عاملة كده it's very flat it's very flat قصيارة stiff شوية it's dense حاجة كده يعني دي من الف اسمها eyeshadow sea brush it's very basic جبتها من واغرينز ب 2 دولار very easy to find لان كدت لأو حاجات كثير قويهة انا فلم وطيرو سنير واني من نفس الفكرة وهيكود افتح لون خالص اللي هو زي لون ال bone color it's called bone color in the makeup world i think هياكود وده لونو في البالت دي humble i'm just gonna take شوية كده on my brush tap it off وهحطه تحت حاجبي بالزبط عشان highlight my brow bone وبحطه ب pressure layer لان انا مش عايزة لون يبقى اللي هو in your face i just want to highlight my brow bone and make it look really pretty and defined شاديني افوض نفس الفورشة تاني make sure that's blended and looks like fits in يعني i wanna use اللون اللي هو اسمه beaming وهحطوه بصباعي لان انا بحس الغلتر shades تبع اشكلها احلى الباباين اكتر لما احطها بصباعي i'm gonna take this shade it's a pinky champagne shade كده it looks like this it's very very pretty and then هحطها هنا بالزبط فأول تلت في عيني and you wanna press and slide عشان تكدي maximum pigment بعدين مش عايزة ان انت you don't wanna go all the way هنا ضغطي كل اللي انت عماتي you just want الحتة هي اللي باينة again هاخد نفس البلنين برش الاولانية i'm gonna blend الحتة المبين الغلتر والحتة المبين الترانزيشن شايت الاول من غير اي product وبعدين هقولكو هنعمل ايه بعدين قبل ما اخلص هروح باللون البني number two اللي هو هنا اللي هو التاني اغمق بني i'm gonna take it on this big brush tap it off وها make sure ان الحتة دي is still defined ان الغلتر ما خليش الحتة دي تبقى سايحة على بار اوكي كده الاعيشانه بتاع عيني i'm done اللي هاملو دبقتي انا هاخد كحر اسود او بني او اي لون بتحبوه انا i prefer بني عن اسود لان الاسود بيخليه شكلي حد اوي وان اصلا ملامحي is already too strong كده فبحب اصوفتنت شوية بحاجة بني فهاي اخود my essence extreme liner ده اسمه but first espresso وهحطه قريب اوي من رموشي اللي تحت وبعد كده هاخد الفرشة اللي هيا اللي حطيت بيها البني الغامق خالص اللي هو في الآخر ده هي الفرشة دي هاخد الميكس ما بين البني number two وما بين transition shade احطه بمسكذا very randomly cut it off ومادينها احطت او رموشي الهوار من الموشي لحد نص كده مش موائز بالايلينر ماسكرا لما عايزين تحت ايلينر انا مش حتى انا عايزة احطة ايلينر this is already too much for me فهاخطت ماسكرا عبطول استخدم My Lancome Monsieur Big Mascara كده I'm done this is half of my face with the eye shadow this is no eye shadow هروح اعمل العين التانية و اجبكم اعملت عين التانية I'm done this is the final look كدت حابة بس اقول ان كل التبس اللي انا قلتها وكل هاجات اللي انا قلتها دي ممكن تبقى انتي بتواميني حاجات تانية ونفع معاك اعمليها مضغر ايها عشان انا قلت كده دي حاجات اللي انا جربتها ونفعت معايا انا make up is very personal وكل حد بيبقلوا الستايل وبيبقلوا الحاجات اللي بتعجبوا فلو انت بتواميني حاجات مرتاحة فيها it works for you great do it this is what i like it might work for you ممكن تحسي انه I don't wanna do that I don't need all these steps I don't need all these colors I don't need all these brushes it's fine do you لو عقبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عملوا لي subscribe and turn on the notification bell وما تنسوش تسيبوا comment تقولوا لي عايدين الفيديو جاي باي شوفكم في الفيديو جاي رقовать لئ حسنا 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 าย